اشتركوا في القناة 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 يعني كنا فرحانين بزاف وحاجة اللي كانت نديرون جينا إياه الدري اللي معنا ياسين كان نضروف فرجلي يعني ملي ريبيتيسيون كان نضروف فرجلي وما كناش متيقنين واش غايت يعب سبكتاكلكومي الفولة اشتركوا في القناة 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 و يدك صورت أعضاي 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 قدُّك الميّاس يا عموري يغصين البانيك اليسري أنت أحلى ناس في نظري جهل من سواي قمري قدُّك الميّاس يا عموري يغصين البانيك اليسري أنت أحلى ناس في نظري جهل من سوايك يا مقدري شكراً 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 وغادي نستقبلو غادي نستقبلو ثالث مشارك معنا اللي كان نربح في البرايم الثالث غادي نستقبلو مهدي تيتان مدينة أسافي مباشرة من بعد ما نشوفو هات الصور من شارك في ارتيست كنت نشر أخر أعمال ديالي في يوتيب في فيسبوك الحمد لله كنت يلقاو عجاب كتير ديالجماعير أصعب حاجة وقعدي في كاستنج هي ملي تخدت القاعة لقيت ليك لي راجب الزاف وأنا أصلاً ذاك الفن اللي كان نخدم بي يعني الرسم على الرمال يطلب ضلام يعني ما يكونش طوب البشيبان ذكي القيصة و ذكي الرسم بشيبان أه أحسن حاجة وقعتي في البرايم هي من لسالة العمل ديالي يعني 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 يعجب الجمهور بزاف وتصفيق تحت شماعيير واللجنة يعجبهم الحال يعني يعجبهم ذلك الفن اللي كتقدمت ليهم وأكثر حاجة اكثر حاجة اكثر حاجة بنسبة لي لم أتنساش ليه هي ملي كتوقف مع لي كونددا وعيدوا لي الاسم عايته باسم ديالي بلدي أني لك أهدت فينا أنا هو دي أرتي سلام بخطاب هز الملايين وبنداء استجاب له الشعب في الحين وبكلمات هزت الأحاسيس والمشاعر وأدمعت لها العيد أخذنا مصحفا خفيف واخترقنا الحاجز الصخيف وأثبتنا للعالم اتحادنا المخيف لكننا انتصرنا بفضل رجل واحد علم الملايين بأن لا خوف إلا من رب العالمين سلاحنا الدين وسوف نسترجع حقنا بالحين المقفول لها الحاسم الثاني رجل عظيم في كل وقت وحيد مقفول لها الحاسم الثاني سوف نسترجع حقنا بالحين يا رب ما نازم يكلم بالمسيرة الخضراء الله مسيرة أمه وشعب بولد وماته شعر هاس الوحو والغادي سعداته مسيرة أمه وشعب بولد وماته شعر هاس الوحو والغادي سعداته الله 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 شكرا 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 لقد و بعد محترف. لأنه يستطيع أن يصنعنا مواضيع ويتكلم عن أشياء التي يمكننا الخصفحات يمكننا نقدر عليها وهذا هو المؤشر الحالي لكي تكمل من مرحلة سواء تستيطir هذه المرحلة أو مرحلة أخرى، ولفحياتك يخسك بالعكس أنا لم أردتك تكون هذه الهورية تكونوا نفعاً واحد من دراسة لك من خلال لأننا اليوم اللغة هي مختلفة ولكن قد لا قربنا بالفن نعبرون ونوصلوا رأسنا للعالمية كيمكننا نوصل العالمية وانتا إنسان سهل جدا أنه يوصل لعالم العالمية غدينثول الجمهور اللي حضر معنا وش فؤاد تيطان مدينة آسفي أغتيس طولا بشي أغتيس غدينثوليك فؤاد وتحقب ناب في الكواليس شكرا لكم وغدينمشوا للكواليس باش نشوفوا الارتسامات ديال لكوتش ديال البرنامج مع ناب سي فؤاد تبارك الله عليك لفشنا نخدم معه في تيداري نحتاج نقول لي بزابة وتيجي كامل الى كانت نخدم مع شي ديال صغير الالمشكلة اللي كانت وانه ما تدربش كيفاية على هدال اللوحة الهدي هدال المشكلة كلمة من عندك فؤاد تيطان نشي مشكلة كلمة من عندك فؤادي تيطان نشكر للزنة وكنشكر الجماير ليس جعوني ان شاء الله وكل وعدهم انه من القدّة ان شاء الله يعني سوفوا يعني شفن جديد ان شاء الله ان شاء الله رحمة الله شكرا لك فؤاد تيطان شكراً لكم إذا نشفنا ثلاثة دي المواهب مازلنا أربعات المواهب في الأخير دي لهادى البرايم النهائي غادي نكتشفو شكون اللي غادي يفوز بلقب The Artist 2018 لحظة غادي ندير وقفة معالماجي غادي نشوفو العرض الختامي الماجيسيان حفيد جود I feel good I knew that I wouldn't love you So good So good I got a year مستخدم عليكم لا بس عليكم ستعقل علي هذا الوتوغ هذا الحياة ديالكم كلها واللهي تغا تعقل علي ربما تنساو ديالكم اللي ديالزوم قبل وكل هذا واللهي مع مركم غادي تنساو خلعتكم ياك Alors Pour ce faire Pour ce tour je vais juste hablais notre grande artiste Samia Akario qui me rejoint ici sur scène موسيقى 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 مرحبا ویدیدیدیست ویدیدیدی ترمیدیدات اشتركوا في القناة 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 ما شاء الله عليه شكرا لك صالح اشتركوا في القناة 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 يعني قبل ما ندخلو القيطرة ديلي ما ما خدمتش ودخلت تقعد دو القيطرة ديلي عاود جاوش خرش عاود دخناه كاملين فاحسن لقطة في التراين هي فاش سلينا عغني ديلينا وكان عيسام كامل عمولي كان عجبوه بزاف ونضوها السورسان وغنانه هانا وكانت ارتجالي يعني ماشي كونا موجدي لها مقابل ولا ونباس مزيان عنا وحل يرى ديجا وجدنا له يرى ما موجدنا لهاش ترذي ما كانيش موين من الخرح نادي عاود جيسا تلعب هاينينيو 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 Yo me encuentro a enamorar Yo me encuentro a estrirte solo 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 So, bien قبل ما يحضروا معنا كريم سلوي واش تبعون نصائح ديالك فوق خشفات المصرح أثناء التدريب سي كريم أنا حضرت لهم التدريب ديالهم يعني الأغاني الأولى اللي كانوا كيدربوا عليها هي أغاني محضة ديال جيب سي كينغ والفكرة أنهم يمزوا أغاني مغربية بها الأداء ديالهم هي وليدة البارح حتى البارح هجتهم الفكرة أنهم يؤديوا أغاني مغربية بستيل ديال جيب سي كينغ وأنا كنقول لهم أنهم محضوضين لأنهم لقوا واحد المسألة اللي هي أصعب حاجة يلقى الفنان هي لوك خينو يعني له استيل اللي غادي تبشي عليه والطريقة ديال اللي غادي تبشي عليها القواه في نظارك أنتا وسميت ويعني عصام كامل غاي شطرني هدا الرأي هدا يك بعدها وكن نصحهم يمشي وفادلوك خينو حيث لي جيب سي كينغ كينين في اسبانيا وكيني بزاف ديال المجموعات لي كي أديوا نفس النظامات ولكن هما أحسن كان يمشي وفادلوك خينو ديال أغاني مغربية بالطريقة ديال جيب سي كينغ إذن تشجعات مرة أخرى لدى آراباسك ونتمنوني لهم لحد السعيد إن شاء الله في آخر البرايم شكرا كريم سلويت سبرا طلع لكم شكرا لكم وغادي نوصلوا مع الموهبة السادسة اللي معانا في البرايم النهائي من برنامجكم The Artist المقدم لكم من طرف وزارة الشباب والرياضة غادي نمشيوا باش نشوفوا تطور ديال الطارق وفاطم الزهرة اللي جاونا من مدينة فاس واللي كانوا تلقوا تجاوب كبير مع الجمهور ومع لجنة تحكيم غادي نشوفوهم في هات الصور قبل ما ندزوا في البرنامج كنا نخدمه في الحواق الطالق في مهرجانات في أعيد ميلاد في الكاستنج أصعب حاجة عطلية مع بنتي فاطم الزهرة مع الناس كانوا بزاف تبارك الله وعيات وكنت جاين نعاس وكنت خايف كنت خايف كانت عندي مرأة من أخرى وكنت خايف منها ما تقدرش عطي ذاك شي اللي والحمد لله عطرت المجهود كبير وذاك شي اللي خدمت منها عطرته بقوة وعطرته بوحد أحسن حاجة وقعت لي في الكاستنج هي من وقفنا قبلة اللجنة وعطاونا واحد القيمة كبيرة وكننا فرحانين بزاف عمل بنتي أحسن الحاجة في البرايم هي فاطم الزهرة خدمت باحث طريقة ما كنت كنت صور غدا تخدم فيها خدمت أحسن ما عنده وخدمت كتر من ذاك شي اللي كنت أنا كنت نظن نتخدم به كتر مني ملا خرح ما دي الارتيس هادي العام ملا خرح ما دي الارتيس هادي العام شكرا اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 طريقا شكرا اشتركوا في القناة شكرا شكرا اشتركوا في القناة 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 خايفة مريمتي ليين سآني خايفة 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 مريمتي ليين سآني خايفة خايفة نمشي لو ما بيدي نختار اي ما انا في عاركة يملك تكمليك صديق ليح ترغبو مولاو ينلغبو ونعنق الاحباب ونجدي حيات معهم نشغل بني واي امام وبقيت الوحدي بقيت الوحدي نصبر قلبي ونصبر مقدرت ننساهم ونفعرك امام شكرا دنيا جاري ستاشر سنة من مدينة اسفي دنيا اللي كان الاب والام ديالها حالا في الكواليس باش يشجعوها غدين ناخدوا رأي دي لجنة تحكيم شو عند فنان رشيد الوالي كنسلم على بابا كما معاك إلاك يشوفونا كنقل لهم تفارك الله عليكم الكريشة ومولدتك كنقلو انا دنيا انا معجب ضيجة بها باختيارتها الاغاني المغربية كتغني بالأسلوب ديالها عندها واحد احساس زوين بزاف واللي كعيج من السخطو عندها شخصيتا بمعنا كيف قلنا داك المرة هي لا تحاول أنها تقلد وإنما تبحث عن الإحساس في الأغنية ديال المطرب باش يولي ديالها فكنقول هنيعن لك ونتمنى لكل توفق شكرا 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 فنانة سمية أخرى الدنيا رجعتين أواخر الثمانينات والفنانة لطيفة رأفت كيفاش بدأت عقلت عليها وهد الموال أنا فعرك يا إما رجعنا نذكريات جميلة جدا وانتيدة عندك 16 ولا 17 16 سنة بينها عندك شي 37 ذلك الوقت فوق الخجر شكرا رجعتين عندك الذكريات الجميلة ولو أنني أفتقد الناي الحقيقي في ذلك المولول تبارك الله عليك تدقنين الغناء تغني بالطريقة ديالك الشخصية وعاد شغادي نقول لك نسيتش أنه كنت غادي نقول لك شكرا لك دونيا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك من بعد دخلتي في الأغنية أديتها بطريقتك وهذه هي أهم حاجة بالنسبة لي أنا شخصيا أنا تكون عندك شخصيتك متفردة من قال لديوا مجرؤية هناك و الحب ديالك التقافة ديالنا والأغني ديالنا و الأغني ديالنا و الأغنية المغربية صراحة هاد الحاجة زاد كبرت كني في نظري و كنت تقول في الأول وقع لغير اختيار جاء هكا في البرايم ديالك ولكن أكدتنا اليوم بأنك عندك اعتزاز بالثقافة المغربية وهذا شيء يتحسب لك تبارك الله عليك شكرا 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 دنيا شكرا سنطلب منك أنك تتحقي بالكواليس كأن الوالدين جاء لك معنا يارب تخليها لها ديمة الابتسامة هذه كتغني بها وكتضر بها دائما الابتسامة دنيا وغادي نمشي وباش نشوفوا الأجواء في الكواليس معنا شكرا شكرا لك غزلان هناك سر وراء اختيار يعني أغاني أصيلة مغربية سيكون هذا السر عن الوالدين يمكن غادي يقولنا كلمة الأم ديال دنيا جاري هذا السر هذا جاي من عنكم أن دنيا اخترت أغاني أصيلة مغربية السلام عليكم سلام عليكم وكن نشكر الجنات تحكيم وكنشكر الجمهور بزيف على تشجيعات دياله وكنشكر لكوتش ديال لكون ديال بما يخص دنيا دنيا من صغرها هي عزيزة للأغاني المغربية كل حاجة القديمة عن أبنا في المغرب عزيزة لها عزيزة للأغاني المغربية بشكل قوي يعني جديد له جدا والبالي للفرق فيه لا تحرط فيه ها والقديم للفرق فيه هذه أغاني أصيلة ممتازة ورائعة دائما تطربنا كلمة عند الأب ديال دنيا جاري سلام عليكم أنا ما عندويش على بنتي أنا عندوي بصفة عامة لكون ديالجميع لكون ديالجميع تبارك الله كانوا في المستوى وبما أنهم وصلوا للفينال فإنهم تبارك الله عليهم كلهم في المستوى كلهم مستوى عارض تبارك الله عليهم شكرا لكم دنيا كانت آخر مشاركة كانت آخر موهبة استمتعنا بها من أصل 3000 موهبة اختارنا 42 اخترت لنا لجنة تحكيم سبعادية المواهب بعد قليل سنعرفو شكول اللي ستختار لجنة تحكيم باش يتتوج بلقاب The Artist 2018 في انتدار ذلك سنستقبلو ضيف الحلقة جا باش يغني لكم I Love You استقبلوا معي يونس يونس هاي 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 Tell me I Love You 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 متشور الشوتر وادريك شوراكوت شعرك طير في السينما شيري وندربو لعبوت لصبر يالك بيدو فسليلك لوتو جديدة واللي بغيتي هديه صوص ولا مازوك مبغيه كبير اني اياه وكان دود صفي سبع اللي عليا بقى غيكار نيد ملحنو تسيتو لعم ريان وريده كل يوب لبسه جديدة هامو شكو هاق مريده وندورو قروبا متشور الشنطر وادريك شولاكوت شعرك طير في السينما شيري وندربو لعبوت لصبر يالك بيدو جديد كلوتو جديدها اللي بغيتي هديه صوصولة مازو مبغيه كبير اني اياه وكان دود صفي سبع اللي عليا بقى غيكار سيتو لعم ريان وريده كل يوم لبسه جديدها مشقو هاق مريده وندورو اشتركوا في القناة موسيقى 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 معها تطافي تاليفون نقلب على كل شي لبحر والفوطة على الضهر نعيش ولا بالفي زينب لدي خرني من موني كابين لوتشي ونرسم فيها جوري لويكي اليون ارض ودافين تشي واش تبغيني ولا راكي ذيراني باستو اكستريانس دولد واحد عندو صنطة يا عمريان وريضة تدحك لينا لابيدة انظور البلد اللي بعيدة فلامبوكس كوساكوت موتور السنتر وادريكس جولاكوت شعرك تاير في السينما شيري واندربو لأوت درصب ريانك بيدة بسلي لي فلوتو جديدة اللي بغيتي هديهي الصنش والامازال مبقية كيرينية يا اوكان بوت صفر ما علي علي بقى ريكارنة والحلوت يا عمريان وريضة كل يوب لبسة جديدة sensitive اينا ثف غني tell me I love you ارقو لي لي راني نبقى اينا ثف غني mine اوهلا ها بقى اينا ثف غني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يكون هناك فرصة تطعطيه لنهار الأول يعني تكون ولا بدام البداية أي حاجة كنوصلها في الحياة تكون البداية يعني ما نقولوش بأنها اللي عاي ينجح صافيات الأخرين راه معي يديروا ولو بالعكس يتفرج فيهم الناس يتفرجوا فيهم الناس وبيدا يزوينا يستفدوا من الأخطاء اللي داروا في هذا الشي هذا ويعودوا يزيدوا الخدمة لحقاش أي حاجة كنوشحوا فيها في الحياة تغيب الخدمة ماشي بشي حاجة أخرى شكرا يونس ومرحبا بكم معنا في The Artist شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم إذن لحظات الحسن موصلات قربات غدي نطلب من لجنة تحكيم أنهم يتداولوا بش يقولوا لنا شكون هو الفائز بلقب The Artist 2018 غدي نمشيوا للكواليس بش نشوفوا الأجواء كيف أشديرها معناب نعم غزلان وإيه ها قد وصلنا إلى نهاية برنامج The Artist طبعا سبعا ديال برايم دازول يوم للفينال مع سبعا ديال الفيناليس لمن لمن غدي ضحق الحظ ويفوز بلقب The Artist 2018 شكرا لنعرفو بعد قليل إذن لحظات قليلة وغادي نعرفوا شكون هو اللي غادي توج بلقب The Artist نسخة 2018 في انتظار ذلك غادي نخليكم مع أقوى لحظات The Artist 2018 اشتركوا في القناة 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 بمعنى الإنسان ما يلومش لآخرين ويبقى تران مشاعلية لما كان ما سلسرتش باش نكونوا رفس نفسنا ونكونوا ذاتنا ونمشوا لقدام نكونوا قاسين مع نفسنا وصورتوا صادقين مع نفسنا وحنا تقو بياه بتلاتة بنا يشهد الله كنا صادقين معكم تأثرنا في لحظة التأثر وعجبنا بكم في لحظات بقى فينا الحال بالنسبة للبعض اللي ما قدرش يكون في نهاره وانتوما بحال ولادنا نتمنى وليكم توفيق وما هذه إلا البداية وشكرا كيفما قال راشيد أنتم أبناؤنا وبناتنا نحبكنا ونحبكم جميعا أنتم كلكم وكلكنا فائزون وفائزات والفائز اليوم بدون منازع طارق وفاطمة الزهرة هنيئا هنيئا لطارق وفاطمة الزهرة وكانت مننا وأنه طارق يحقق الحلم ديالو غادي نطبو من سيد عثمان غير غادي نطبو من سيد عثمان غير أنه يسلم يسلم الجائزة للفائز طارق وفاطمة الزهرة إذن وفاطمة الزهرة كيتوجو بلقب The Artist 2018 غادي نطلب من لجنة تحكيم أنهم أنهم يتحقوا بنا لجنة تحكيم اللي اختارت طارق وفاطمة الزهرة باش يتوجو بلقب The Artist 2018 شكرا لكم شكرا لكم وفاطمة الزهرة وفاطمة الزهرة وفاطمة الزهرة شكرا لكم شكرا لكم